اشتركوا في القناة احنا منبث الحلقة يوم الاربعة خمسة تشرين الاول الساعة ثنتين بتوقيت جرينتش فعشان هيك في زوايا راح تتشكل في هذا الوقت وتستمر لغاية صباح يوم الخميس وايضا في خلو مسار راح يتشكل الليلة ويستمر لغاية صباح لغاية ظهر يوم الخميس فعشان هيك راح نعيد بعض الزوايا اللي ذكرناها يوم امس وفي نفس اللحظة راح نذكر التوقعات بالانتقال طبعا القمر الان موجود في منزلة سعد الاخبية وهي منزل الحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة عشرة وعشرين دقيقة من مساء الليلة الاربعة على الخميس طبعا بعدها بدو ينتقل لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة بالنسبة للقمر الان موجود في برج الدلو موعد بث الحلقة فعشان هيك بتضل بنضل احنا بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون نودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب بالانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق او تجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز او اجهزة الكترونية او تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زوايا ذكرناها يوم امس ولكن اول شيء لازم نذكر الزوايا السريعة اللي رح تتشكل ما بعد بث هاي الحلقة اول زاوية هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين اورانوس طبعا دروتها ساعة اربعة وسبعة وخمسين دقيقة من مساء اليوم الاربعاء هاي زاوية التعثيراتها بتستمر من الان موعد بث الحلقة ولغاية تقريبا يعني صباح يوم الخميس فهاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عام الروتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك من ناحية سلبية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل وهي برضو تأثيراتها اذا روتها الساعة خمسة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الأربعاء طبعا استمرار تأثيراتها لغاية ساعات الظهيرة تقريبا من الآن لغاية ساعات ظهر يوم الخميس فمن واجه مصاعب وعرقية اللي بتطلب منها ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقرت بعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة عشر وخمسة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش برضو تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات الظهيرة من يوم الخميس فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بعد هاي الزاوية مباشرة ببدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ من مساء الليلة الأربعاء الساعة عشر وخمسة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة اتناش وستة واربعين دقيقة من ظهر اليوم الخميس ليستقر القمر بعدها في برج الحوت وهذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر الساعة كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانباً وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضاً من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هذه الفترة بنقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى شراء ظهور اقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا البطيئة اللي رح يعني الآن متشكلة وهي بزوايا منفصلة فعنا أول زاوية هي زاوية التربيع سلبية بين المريخ وبين نبتن وحكينا أنه هاي الزاوية تأثيراتها لغاية يوم 22 بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي أو الأمور اللي إلها علاقة بالسوائل أو الحرارة ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريق الخطأ إما يتناولوها مرتين أو أنه يتناولوا أدوية مش لإلهم بدل على إضرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية أو المتطرفة وبرضو تشهد هذه الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو الناقلات البترول أو حرائق وضربات في قطاع الصناعة والصحة ولكن هي تركيز كله رح يكون على أمور إلها علاقة إما بالعواصف أو بأمور إلها علاقة بالمياه والسوائل في الفترة هاي بصير تقلبات في أسعار النفط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين عطارد وبين نبتون وآخر يوم لتأثيراتها اليوم هي زاوية منفصلة طبعاً بدل على صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معاهم ممكن ينتج عن ذلك سوء التفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفي الناتج عن ذلك وممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو واي طبعاً تأثيراتها لغاية يوم تسعة عشرة في ذروة إلها راح تصير يوم سبعة عشرة في ساعة الصباح هاي زاوية بتزيد من حد الذهن وحدثنا ونقدنا وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة اللي من الزوايا البطيئة هي زاوية التربيع السلبية المنفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس وهي بتجيبنا أشياء مفاجئة طبعاً تأثيراتها هي زاوية لغاية يوم ستة عشرة داعش بنصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل سقوط الطائرات حوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعاً من الآن ولغاية ساعات الظهيرة من يوم الخميس بطت الساق والكاحل والساق ووتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية هاي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية أما من ساعات ما بعد الظهر ولغاية ساعات الأيام القادمة حتى المساء وأيام القادمة بيصير عنا الأعضاء الأكثر حساسية القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبارية برضو الهرمون المساعد على تسكين الألم بيصير في بعض الاضطراب فنشعر بالألم أكثر بهاي الفترة وهرمون المساعد على النوم اللي برضو بيصير فيه حالات من الأرق أو القلق اللي بيكون صعب علينا أن ننام الهرمون الأول هو الأندروفين والهرمون الثاني الميتالونين طبعاً للأشخاص اللي بيشتغلوا في المجالات الطبية فنذكر شو أسماء الهرمونات أما بالنسبة للعمليات الجراحية طبعاً بالنسبة لليوم بما أنه في عنا خلو مسار طويل ورح يصل لساعات الظهر فمنطقة الشرق الأوسط مثلاً منقول لهم أو الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وهذه المناطق منقول لهم أن الفترة هذه لا تصلح للعمليات الجراحية لأنه في خلو مسار طويل وبرضو ما مننصح فيها لأنه لما بيكون في عمليات جراحية والقمر داخل على الحوت معناته احتمالية الشعور بالألم تكون أكبر ولكن بالنسبة للأمور الأخرى اللي هي زي الولادة أو القيصرية أو الأمور اللي زي هيك فما في أي مشاكل أو الختان كلها هاي أجواء بالعكس فترة مناسبة جداً لأيام هاي قبل وصول القمر للحمل بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة زي ما حكينا ما بانصح فيهم أنا اليوم أي شيء له علاقة بالعمليات الجراحية ما بانصح فيها لهذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي إلا بعد ساعات الضهر بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الحوت ويستقر فيه فخلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 18 بيبدأ في تمام الساعة 11 و 10 دقائق ظهراً وبيستمر حتى تمام الساعة 53 و 56 دقيقة عصراً لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمر 11 يوم في تمام الساعة 42 و 40 دقيقة عصراً بصير عمره 12 يوم نسبة الإضاءة بتصير 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم طبعاً الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيدة بنسبة 85% القمر في الدولة وفي ساعة ظهر اليوم الخميس رح ينتقل للحوت ورح يستقر في الحوت لغاية يوم 18 منتحس بنسبة 25% الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% في ساعات الظهر نسبة السعادة بتصل لـ 25% ولكن في ساعات العصر بتنزل نسبة السعادة لغاية 15% عطارد في العذراء حتى يوم 10 عشرة منتحس بنسبة 40% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشرة منتحس بنسبة 50% زحل في الدولو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر تقريبا من ظهر يوم الخميس بيظل النشاط بين الأصدقاء بين المعارف في علاقات اجتماعية لقاءات وتواصل ومناسبات حفلات دعوات أشياء من هذا القبيل ولكن طاقتكم بدأت تنزل فعشان هيك عندكم نوع من أنواع العصبية اليوم أو محاولة فرض سلطتكم على الأصدقاء وهذا الشيء ما بيصير خلال هذا اليوم لأنه القمر بيقترب من بيت المتاعب فعشان هيك يحاولوا تتعاملوا بلين وبود بدون إثارة أي مشاكل من ساعات ما بعد الظهر بتدخلوا فترة غير مريحة لأنه القمر رح يوصل لبيت المتاعب وهذه الفترة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم حادروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير طبعا هذا الوضع رح يستمر لغاية يوم 8-8 فحاولوا قدر الإمكان أن تضبطوا أعصابكم بهذه الفترة وما تتخذوا قرارات حاسمة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر مازال موجود في بيت السمعة لغاية ساعات الظهيرة من اليوم الخميس فبتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وتعززوا علاقاتكم مع المسؤولين وحاولوا أنكم ما تبدأوا بعمل جديد وفي نفس اللحظة ما تتخذوا قرارات حاسمة وما في داعي لأي مغامرات أو مجازفات لأنه عند خلوم مسار طويل حاولوا ضبط الأعصاب قدر الإمكان في ساعات الظهيرة القمر رح ينتقل ويصير موجود في برج الحوت اللي هو برج حليف لإلكم فبتتعزز العلاقات ما بينكوا بين الأصدقاء وبين المعارف من لقاءات واتصالات دعوات حفلات مثلا أو تستعين ببعض الأصدقاء بمساعدتك في أمر ما ولكن بتكتحذروا من الدخول في أي مناقشات أو جدالات مع الأصدقاء لأنها ممكن تتطور للأسوأ برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا النشاط عالي جدا عندكم بالاتصالات والمواصلات والتنقلات والحوارات وها أمور قوية جدا من الطاقة اللي لها علاقة بالأجانب أو حتى الامتحانات ولكن اللي عنده امتحان من الآن ولغاية ساعات الظهيرة بده يستعد بشكل جيد إن كان مقابلة أو امتحان أو الترويج لشيء معين فزي ما حكينا الاستعداد لازم يكون وما تعتمدوا على الحظ أما من ساعات ظهر يوم الخميس فهونا بتكتحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا عمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل بتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية والحفاظ على سمعتكم ولكن بتكتحذروا من الاندفاع والتهور والمغامرات ومخالفة القوانين لأنها ما رح تكون لصالحكم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا التركيز من الآن ولغاية ساعات الظهيرة من اليوم الخميس بيضل على الأموال المشتركة فاليوم ممكن تتفحصوا حساب مشترك ولكن بتكتم تنعوا عن أي خطوة مالية جديدة ممكن تهتموا بأمور العلاقة بميرات بعائلة بقرض بحسابات مالية ولكن أهم شيء ينكون مدين وحد أشخاص ولا تضمنوا حد ولا تكفلوا حد في ساعات الظهيرة من ظهيرة يوم الخميس بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر البعيد والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب ولكن بتكن تنتبهوا أكثر أثناء السفريات أو التنقلات وتفقدوا كل أوراقكم وأمتعتكم وعدم التسرع أثناء القيادة والتنقلات حوله قدر الإمكان الأجواء جيدة ما فيها أي مخاطر ولكن بتكن تنتبهوا من هذه الأمور طبعا هذا البيت قوي جدا ودعم لألكم ورح يكون فيه فرص كثير ممتاز لألكم خلال الأيام القادمة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما فبينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع الشركاء مع الأزواج شركاء المال العاطفة حتى في الأمور التجارية لا أجواء يعني شوي بدها ضبط أعصاب ما بدها انفعالات ما بدها حدية بالطباع حاولوا ما تتخذوا أي قرارات حاسمة وتكونوا مرنين جد ما بتقدروا أما في ساعات ظهيرة ظهيرة يوم الخميس بتنهمكوا في عدد تنظيم أموركم المالية المشتركة ما في داعي للمجازفات أو لا إهمال عمل لأنه ممكن تتعرضوا لبعض المشاكل اللي لها علاقة بالعمل أو اللي لها علاقة بالمال ممكن تهتموا بمسائل العلاقة بالبنوك بالضريبة بالتأمين ولكن زي ما حكينا ما تجزفوا وما تغامروا بالأمور المالية ممكن تهتموا ببعض المسائل العائلية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر الآن بدأ في مراحل المقابلة فبدكوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل حاولوا أنكم ما تبدروا لعمل جديد حاولوا تنجزوا أعمالكم اللي موجودة بين إيديكم وفي نفس اللحظة تهتموا لغذاءكم صحتكم إنفعالاتكم بدكوا تكونوا هاديين بشكل كبير من ساعات الظهيرة القمر بصير مقابلكم تماما في برج الحوت فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بدكوا تحذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة في المنزل في العمل حاولوا برضو أنكم ما تكبروا المشاكل ضبط الأعصاب مطلوب وأهم شيء لا انفعال ولا عصبية لأنه هذا الشيء أنتوا رح تكونوا الخاسرين من هذا الموضوع فعشان هيك لازم تضبطوا أعصابكم لحديث ما تمضوا هاليومين اللي قادمات وبعدين لكل حادث حديث برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر ما زال موجود في البيت الخامس فعشان هيك بتضل العاطفة قوية عندكم بتميلوا للتقرب من أحباكم والتجاوب معهم ممكن تهتموا بهواية أو مسألة إلها علاقة بالأحبة أو تتقربوا من مسألة إلها علاقة بموضوع بتعلق بهواية بترفيه بأبنائكم ولكن دون فرض السيطرة والسلطة والعصبية من ساعة الظاهرة الظهر يوم الخميس بتكونوا تنتبهوا لصحتكم لأنه هو على أعمالكم لأنه القمر رح يصير في البيت السادس فعشان هيك بتكونوا تنتبهوا من هاي المسائل حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على زملائكم بالعمل حاولوا تنجزوا الأعمال المطلوبة منكم بدون ما تبادروا لعمل جديد وفي نفس اللحظة حاولوا أنكم تركزوا على الأعمال المهمة وما تنشغلوا في الأمور الثانوية أو الأعمال الأقل أهمية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا التركيز من الآن لغاية ساعات الظهر ظهر يوم الخميس بدكوا تتجنب ويدخال أي تغيير جذري على مسكنكم وحاولوا أنكم تبعدوا عن أي مشاكل عائلية ممكن تظهر بعض الخلافات أو المواضيع الحساسة العائلية التي تلفت انتباهك أو تكون انت طرف فيها فحاول أنك تحلها بعقلانية بدون انفعال وبدون عصبية في ساعات العصر أو في ساعات الظهيرة تحديدا القمر بنتقل وبيصير في البيت الخامس فهونا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم بيغلب عليكم شوي هيك الطابع العنف أو العصبية هيك مش مرنين فضبط الأعصاب مطلوبة خصوصا أثناء التعامل مع الأحبة أو مع الأبناء يعني بتكونوا حذرين بطريقة التعامل أو مرنين ولكنها إجمالا من ساعات ما بعد الظهر فترة جيدة جدا ودعم لإلكم والحظوظة بتلعب دور كبير برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ما زال النشاط عالي جدا سرعة البديهة عنكم قوية قدرة الإقناع عالية نشاط بالاتصالات بالحوارات عنكم طاقة عالية جدا حتى اليوم ممكن تفتح نوع من أنواع التعامل ما بينكم بين الإخوة أو بين أحد الجيران فالأجواء جيدة على مستوى الامتحانات وعلى مستوى ترويج لفكرة أو ترويج لسلعة طبعا هذا الموضوع لغاية ساعات الظهيرة فعشان هيك لأنه في خلو مسار انتبهوا أثناء قيادتكم للسيارات أو أثناء حركتكم ذين من ساعات الظهيرة القمر بصير في البيت الرابع فهون بتفضل الأجواء البيتية والعائلية ولكن حاول إنك ما تنفعل وما تفتعل خلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجك شوي ممكن يكون حاد لدرجة إنه ما تتحمل أي كلمة أو انتقاد أو يستفزك ظرف معين بطريقة أنت ما بتحبها فلازم تضبط أعصابك خلال هذا اليوم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً القمر موجود في البيت اللي له علاقة بالبيت المال والبيت الثاني لغاية ساعات الظهيرة فبتظل الفرصة ممتازة جداً لبعض المكاسب اللي إلها علاقها بعمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم وأيضاً بتزيد من طاقتكم بشكل ممتاز ولكن أنه في خلو مسار بتكون تتجنبوا شراء أي حاجة يثمينة حاولوا أن تخففوا من النفقات قدر المستطاع ابعدوا عن أي شيء إلو علاقة بالقرارات المالية في هذا الوقت اللي هو وقت خلو المسار لغا من الآن نحسب من منتصف الليل لغاية ساعات ما بعد الظهر وبرضو انتبهوا على أموالكم من السرقة من الضياع من المحتالين يعني بتكون تركزوا بشكل جيد أما في ساعات ما بعد الظهر الظهر يوم الخميس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات الحوارات النقاشات ولكن شوي بتكونوا أكثر عدوانية بسبب تقلب مزاجكم أو بسبب خلاف أو سوء تفاهم عليكم تكونوا حاضرين أثناء التنقلات والاتصالات وقيادة السيارة ممكن يصير بعض الأعطال اللي إلها علاقة بالسيارات ولكن مش هالشيء الكبير برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود عندكم لغاية ساعات الظهر فعشان هيك بتنشطوا بكثير من المجالات أهم شيء أنه في فترة خلو المسار اللي هي من ساعات منتصف الليل لغاية ساعات الظهيرة ما تبادروا لها أي عمل جديد بل وصلوا الأعمال اللي بدأتوا فيها من قبل حاولوا أنه يعني تظلوا شحنين حلكوا بطاقة إيجابية عالية الأجواء ممتازة جدا ولكن الأهم منكم ما تتخذوا أي قرارات حاسمة لغاية ساعات الظهيرة من ساعات الظهيرة الأجواء بتصير ممتازة جدا بالنسبة لألكم لأنه القمر رح ينتقل لبيت المال فهنا بتبلشوا تركزوا على الوضع المالي بتنهمكم بضبط ميزانيتكم فواتيركم دفعاتكم من المحتمل أنه يعاني البعض منكم لبعض المشاكل اللي لها علاقة بنزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو مع الزوج مع الزوجة يعني سوء تفاهم وكل هالأمور بترجع للأمور المالية عليكم أنكم تتجنبوا التبذير قدر الإمكان في هاي الأيام برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود في بيت المتاعب من الآن لغاية ساعات الظهر فعشان هيك بيضلوا هي عندكو شعور بالتعب أنه مسيطرة عليكم طاقتكم ضعيفة ما عندكو قدرة على إتمام بعض الأمور أو ما إلكو رغبة حتى الاختلاط بالأشخاص اللي حواليكم وإذا اختلطتو حتى بيكون هيكي في نوع من أنواع الملل من الموضوع أو مش حابينه ولكن بتضيعوا وقت حاولوا أنكم ما تتخذوا قرارات برضو وحاولوا أنه ما تكونوا عدوينيين أو حادين بالطباع أو تستفزوا الأشخاص اللي بتتعاملوا معهم بطريقة غير مباشرة أما في ساعات الظهر الأجواء رح تتغير كل ما اقتربنا لساعات ظهر يوم القميس بتتغير الأجواء بتبدأ فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود بصير في طاقة وحيوية عالية جدا ولكن بيكون مزاجكم شوي سيء وبتكونوا قليلية الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم بعض النزاعات مع محيطكم أو مع الأشخاص اللي بيتعاملوا معكم فعشان هيك حاولوا إنكوا تسيطروا على انفعالاتكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر